السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحببت التعليق على أحد الإخوة المعلقين ومن خلال تعليقه عرفت على أنه من خوارق الشرفية الوهابية من العوام ماذا يقول؟ قال الآن أنت وصفت أبو البراء في تعليقه على فيديو للرد على الوهابي أبو البراء فقال أنت وصفته بأنه كذاب إذن أنت أخرجته من الإسلام يعني تصوروا إلى هذا الحد يصل جهل هؤلاء الخوارق الكذاب عنده معنى أنه كافر بدعة لم أسمع بها من قبل ولم أسمع من ابتدعها من قبل يعني حتى الخوارق السابقين كانوا يكفرون بالكبيرة ما أحد كفر بالكذب لكن شوفوا القهل حينما يستشري في عموم المسلمين هكذا نقد طالما أنك قلت على أنه كذاب إذن أنت أخرجته من الإسلام إذن كل كذاب هو كافر عند هذا العام الجاهل الوهابي قلت له لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون المسلم كذابا قلت له إذن أنت كذاب يعني تصور على أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم أخرجه من الإسلام هو كذاب وكذب على النبي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار تكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل أيكون المؤمن كذابا قال لا المؤمن وليس المسلم وهذه من المسائل التي هي عند خوارق السلفية الوهابية هوشلية المسلم هو مؤمن والمؤمن هو مسلم لكن عند علماء أهل السنة السادة الصوفية والأشاعرة المسلم غير المؤمن غير المحسن مراتب الدين أو أركان الدين ثلاثة إسلام إيمان إحسان هذه الأركان هي مراتب للدين لدين الإسلام وكل مرتبة من هذه المراتب ليس من دخل في الإسلام كان من أهل الإيمان وليس من وصل إلى مرتبة الإيمان كان من أهل الإحسان بخلاف من وصل إلى مرتبة الإحسان فهو من أهل الإيمان وهو من أهل الإسلام إذن نقول كل محسن أي في مرتبة الإحسان كل محسن هو مؤمن هو مسلم لكن ليس كل مسلم هو مؤمن فضلا عن أن يكون محسن وليس كل مؤمن محسن طيب من هم المحسنين الذين اجتمع فيهم الإسلام والإيمان والإحسان هم الصديقين من هم الصديقيون هؤلاء هم الأولياء الربانيون من السادة الصوفية رضوان الله تعالى عليهم أن تحصرهم بالسادة الصوفية أصلا هو أصلا لا بد أن يكون الولي سالك لمرتبة العلم التصوف لا بد أن يكون من أهل التصوف من أهل علم التصوف يعني الفقه لا يمكن أن أقول فقه إلا إن كان من أهل علم الفقه درس الفقه فأقول فقه اللغوي لا أستطيع أن أقول هذا لغوي أو هذا أصولي إلا إن كان هذا من أهل اللغة وهذا من أهل الأصول الفيزيائي الكيميائي نفس الكلام في كل فن من فنون العلوم فالولي أو الصوفي الولي لا يكون وليا إلا إن كان من أهل علم التصوف ومن أهل سلوك التصوف تضحت المسألة فأنا أقول السادة الصوفية هم الأولياء لأنهم تعلموا علم التصوف وعلم التصوف هو العلم الذي يوصلك إلى مرتبة الإحسان خلاص انتهى الكلام أهل مرتبة الإحسان إذن السادة الصوفية هم أهل الإيمان وهم أهل الإسلام وهم أهل الإحسان لكن تعال لبقية الطوائف الإسلامية ومن ضمن هذه الطوائف خوارج السلفية الوهابية أو عوام خوارج السلفية الوهابية لا نستطيع حتى أن نقول الخوارج السلفية الوهابية الرؤوس لأن الرؤوس قد يخرجون من الإسلام من هم هؤلاء الروس الذين يصرحون بالتشبيه والتقسيم للذات الإلهية الذين يصفون الله بالقسم والأعضاء فيقولون له وقه حقيقي ويد حقيقية ويطلع ينزل والعياذ بالله نزول حقيقي وطلوع حقيقي وله ساق حقيقي هذا يصرح بأنه كافر لأنه مقسم لأنه مقسم خلاف لبقية بعض العلماء الأغلبية على تكفير المقسم هناك من لم يكفر المقسم خلاف لكن طالما أنه حصل الاختلاف فلماذا لا يكفر نحن مع من يقول بكفر أهل التقسيم وأهل التشبيه المشبهة هم يهود هذه الأمور حتى ينزجر الناس ويرتدع الناس أن يقعوا في التشبيه والتقسيم الوهابي هذا الذي نريده من عامة الناس أن ينتبهوا لأن يقعوا في أقل القل القليل أن نقول أن الوهابية بالإجماع ما رقنا من دين الإسلام بنص حديث رسول الله وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميل نعود إلى حديثنا على أن الكذاب هو الذي ليس فيه صفة المؤمنين أي ليس بمؤمن من يكون كذابا لكن قد يكون الكذاب مسلم بلا شك المنافق مسلم أليس صفة النفاق تتعارض مع الإيمان بلا شك النفاق لا يعني لا يكون الشخص مؤمن من أهل الإيمان في نفس الوقت منافق أبدا لكن قد يكون المسلم منافق وهنا نقصد بالنفاق العملي وليس النفاق العقدي من النفاق العقدي هذا كافر من يظهر الإسلام ويبطينا الكفر لكن نتكلم عن النفاق العملي الذي إذا حدث كذب وإذا وعد أخذاف وإذا أتوا من خان وفي رواية وإذا خاص مفجر هذه من كانت فيه فصل من خصال النفاق فهو في مرتبة الإسلام وليس في مرتبة الإيمان لا يكتبع الإيمان مع النفاق أو مع خصل من خصال النفاق أبدا فنقول لهذا الوهابي الرويبضة قبل أن تتكلم أولا تعلم قبل أن تتكلم أولا تعلم تعلم وحينما تتعلم تعلم من علماء أهل السنة والجماعة الأشاعرة والسادة الصوفية والماتريدية وفضلاء الحنابلة الذين هم أهل السنة على مدار 13 قرنا فلا يأتي خوارج السلفية الوهابية يقول لك هؤلاء ليسوا هؤلاء مبتدعة من الذي بدعهم أسيادك الخوارج الوهابية دعاة السلفية الزنادقة من الذي بدعهم ما أحد بدعهم إلا أنتم وأسيادكم لكن أنتم زنادق عند أهل السنة والجماعة فرسل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأوين وأن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته